حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ويزيد بن هارون أخبرنا سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمر بن خارجة قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحللته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قص ما لكل إنساء نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال ابن جعفر وقال سعيد قال مطر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا قال يزيد وفي حديثه لا يقبل منه صرف ولا عدل أو عدل ولا صرف قال أبي قال يزيد في حديثه إن عمرو بن خارجة حدثهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحللته ترجمة نانسي قنقر